مسؤول تبي يكشف عن حالة الصحية لمدافع إفريقيا الوسطى بعد فقدانه الوعي أمام منتخب المغرب بونو يرد بشكل غير متوقع على إدارة ناديها بعدما طلبت منه ترك معسكر المنتخب المغربية اجتماع هام لأعضاء الفيفا بشأن كأس العالم 2030 والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلو والآخر الأخبار أفاد الدكتور ياماني بوفلجا المسؤول عن المصلحة الطبية الاستعجالية بجاهة الشرق أن الحالة الصحية لمدافع منتخب إفريقيا الوسطى قد تحصنت بشكل كبير بعد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب المغربي يوم السبت وذلك في طار تصفيات كاس إفريقيا وفي تصريح لها أوضح بوفلجا أن اللاعب دايلان تيدين كايو قد تعرض لإصابة في منطقة الرأس والعنق حيث فقد الوعي لمدة قصيرة عقب الإصابة وتدخل على الفور الأدباء في المنتخبين بالإدافة إلى الطبيب المناسق المحالي للمباراة مما سهم في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها بعد ذلك تم إجراء مجموعتين من الفحوصات الطبية الدقيقة لللاعب في الملعب مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وأكد المصدر نفسه أن الفحوصات بما في ذلك الأشعة أظهرت أن حالة اللاعب أفضل مما كانت عليها مما تحلو العودة إلى الملعب ومرافقة بعثة منتخب بلاده إلى مقر قامتها وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قد حقق فوزا كبيرا على منتخب إفريقيا الوسطى بنتجة 5-0 في ثالث جوالات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وهو ما أضاف الكثير من الحماس لدى الجماهير المغربية تلقى حارس مرمى المنتخب المغربي سينبون طالبا من نادي الهلال السعودية للعودة إلى السعودية بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا ورغم الضغوط قرر بون رفض طلب إدارة ناديها والبقاء مع منتخب بلادها لدعم زملائه في المعسكر وتعرض بون لإصابة عضلية خلال اللقاء مما ثال قلقا كبيرا في الأوساط الريادية السعودية لتجبره الإصابة على مغادرة الملعب في دقيقة الثانية والثلاثين حيث لم يكن بإمكانه سكمال المباراة ليحل محله الحارس مونير المحمدي وقد أظهرت عدسات الكاميرات الحالة الصعبة التي كان يعاني منها بونو حيث بدأ غير قادر على الاستمرار في اللعب حتى بعد تلقل سعافة الأولية وبحسب المعلومات المتدولة يعتقد أن إصابة بونو قد تكون تمزقا في العضلة الخلفية لفخذه ليسر وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار التغيير لتفادي تفاقم الوضع وتثير هذه الإصابة العديد من التساؤلات بين جماهير المنتخب المغربي ونادي الهلال حول مدى خطورتها وفترة الغياب المحتملة ومن المقرر أن يخضع بونو لفحوصات تبية دقيقة لتحديد حجم الإصابة بدقة وبعد ذلك سيتم الكشف عن فترة غيابه عن الملاعب في وقت أكد راجراجي أن بونو لن يشارك في المباراة المقبلة وتشر التوقعات إلى أنه إذا كانت الإصابة بسيطة فمن المحتمل أن يغيب بونو لمدة لا تقل عن أسبوع ولكن في حال كانت الإصابة أكثر تعقيدا فإن فترة الغيابة قد تمتد بين أسبوع وثلاثة سابيع مما يعني أنه قد يفوت مباراية هامة مع فرقه الهلال السعودية وبعد فترة التوقف الدولي تنتظر الهلال السعودي مواجهات حاسمة حيث سيلتقي مع الفيحاء في الثامن عشر من أكتوبر ثم يسافر للإمارات لمواجهة العين في الواحد والعشرين من الشهر ذاتها في دورية بطالياسيا قبل استقباله لفرق التعاون في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت جماهير الهلال بشكل كبير حيث عبر عن أملهم في أن تكون إصابة ياسين بونو بسيطة ولا تسعد القلق وذلك لضمان جهزيته في المباريات المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو إلى سيوية وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في نجاح الفريق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تنظيم اجتماعا استثنائيا عبر الأنترنت خلال شهر دجمبر المقبل إجاء هذا الإعلان ضمن بيان رسميا نشره الفيفا حيث أشار إلى أن الاجتماع يأتي وفقا للمادة الخامسة والعشرين الفقرة ثلاثة والمادة واحد وستين الفقرة ثلاثة من النظام الأساسي للاتحاد وفي طار هذا السياق قرر مجلس الفيفا عقد مؤتمر استثنائي يدف إلى تحديد الدول التي ستصدف بطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 وفي تفاصيل البيان أوضح الفيفا أن المؤتمر سيوقد بشكل استثنائي عبر الأنترنت في 11 من دجمبر المقبل ويأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات التنظيمية للاتحاد حيث تم تحديد عدد من المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع ومن بين هذه المواضيع سيتم بحث إمكانية تعليق أو تجميد عضوية أحد الاتحادات العضاء بالإضافة إلى كلمة مرتقبة لرئيس الاتحاد الدولي جاني أنفانتينو الذي سيقدم رؤيته حول القضايا المطروحة علاوة على ذلك سيناقش المؤتمر الميزانية للدورة المالية التي تشمل السنوات من 2023 إلى 2026 بالإضافة إلى الميزانية التفصيلية للسنتين القادمتين 2025 و2026 وسيكون هناك تصويت بين أعضاء الاتحاد على هذه البنود مما يعكس أهمية تلك القرارات في تحديد مستقبل الاتحاد المالي وتنظيمي كما شار الفيفا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الكونغرس 75 للاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة أسونسيون عاصمة باراكوايا في 15 ماي 2025 إذ يعد هذا الحدث من المناسبات البارزة في عالم كرة القدم حيث يجتمع فيه ممثلون عن جميع الاتحادات الأعضاء لمناقشة التطورات والقرارات الهامة المتعلقة باللعبة ويبرز هذا الاجتماع الاسترنائي كفرصة مهمة لتحديد مصارات مستقبل بطولتين كأس العالم وتناول القضايا التنظيمية والمالية التي تؤثر على عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم وستكون مناقشات المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه كرة القدم العالمية بما في ذلك كيفية تعزيز المنافسة بين الاتحادات الوطنية كما يتوقع أن يتناول الأعضاء القضايا المتعلقة بتطوير البنية التحتية للرياضة خصوصا في الدول المرشحة لاستضافة بطولات كأس العالم المقبل علاوة على ذلك سيتم تقييم استراتيجيات النمو التي اعتمدتها بعض الدول وكيفية استفادتها من تنظيم البطولات السابقة التأتي هذه الخطوات دمن رؤية الفيفا لرفع مستوى اللعبة وزيادة شعبيتها في جميع انحاء العالم مما يعزز الاستثمارات في الرياضة ويزيد من الوعي الجماهيري كما أن مشاركة الأعضاء في التصويت ستعكس التنوع في أراء وتوجهات الاتحادات العضاء مما يساعد في تشكيل السياسات المستقبلية لكرة القدم ويعتبر هذا المؤتمر جزءا من سلسلة من الاجتماعات التي اعتزم الفيفا تنظيمها لدمان تحقيق الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية وصلكم ومشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تحليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم اشتركوا في القناة